اشتركوا في القناة والذي قابله اعلان صفارة موسكو تنظيم رحلات جوية لاجلاء مواطنيها من المملكة سجل مستجد اخر يعزز العلاقة بين البلدين تسير نحو مزيد من التوطر في اتجاه اعلان المغرب قطع علاقته مع روسيا وتجلى هذا التطور في مراسلة وجهتها صفارة موسكو بمصر هذا اليوم للامان العام لجماعة الدول العربية والتي كشفت فيها عن طلبها تأجيل عقد الدور السادسة لمنتدى التعاون الروسي التي كان مقررا عقدها في 28 اكتوبر الجارية في المملكة المغربية الى موعد لاحق في نوانبر او دوجنبر المقبلين وارجعت الصفارة دوافع تقدمها بهذا الطلب وفق ما تضمنته المراسلة التي اوردتها كودة الى تغييرات في جدوى الاعمال وزير الخارجية سيرجي لافاروفا والناجمة عن تغييرات في جدوى الاعمال رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتانا واشير في المراسلة لان الطرف الروسي سيقترح موعدا جديدا لدراسة الجانب العربي في اقرب وقت ممكنة وكانت معطيات حصرية توفرت لموقع كود والتي سبق ان نشرها في احد مقالاتها بشأن الموضوع كشفت ان قرار تعليق الرحالات بين البلدين اتخذته الدولة المغربية وليست شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية لرهما وارجعت سبب ذلك للدور الذي ظهر ان مرتزق روسا يلعبونه في مالي والصيلة التي تربطهم بجبهة البوليسار الانفصالية ويتعلق الامر بقوات فاكنار الروسية الخاصة اذ اشارت مصادر كود لانه جرى حجز اسلحة لدى افراد من البوليساريو تعود لهذه المجموعة من المرتزق الروساء نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء